قدم تحليل روسي ثلاثة سيناريوهات للتصعاد الحالي بين واشنطن وطهران يتلخص الأول بشن ضربة جوية وصاروخية محدودة النطاق بهدف تدمير المنشأة نووية الإيرانية أما ثاني فقد يكون القيام بحملة جوية واسعة النطاق لتدمير الاقتصاد الإيراني أعلى غرار ما حدث في غسلفيا في مثالة لا يستبعد بل حرب طويلة ضد إيران مع احتلال أراضيها ما يتطلب حجد أكثر من 120 ألف جندي لمثل هذه العملية